بكرة طبعا فيه 3 مباريات أبرزة طبعا مباراة الأهلي مع زد هتكون ساعة 8 مساء وطبعا المباراة هنا صاحب الأرض هو نادي زد غاز المحلة قبلها هيستضيف طلاع الجيش ساعة 5 مساء وفي نفس التوقيت بيستضيف الاتحاد السكنداري حرس الحدود في الخامسة مساء يوم الجمعة مباراة الزمالك مع سموحة فيه برضو الخامسة مساء في استاد اسكندرية على أرض أو ملعب نادي سموحة فيه مبارتين طبعا الزمالك والآهلي هيكون طبعا المباراة الثانية ببيتروجيت مع مودرن سبورت الساعة 5 مساء ومبي مع بيرامدس الساعة 8 مساء يوم السابت المصري مع الجونة البنك الأهلي مع فاركو وسيراميك كيروباترا مع الإسماعيل النادي الأهلي عرض على بيرستاو 450 ألف دولار لفسخ تعاقده بالتراضي في يناير المقبل لكن طبعا اللاعب بيتمسك بالحصول على قيمة عقده كاملا واللي بتبلغ حوالي مليون وربعمائة ألف يورو لإنهاء الفسخ التعاقد بالتراضي نفس الأزمة اللي بيواجهها الزمالك الناحية التانية مع سامسون إكينولا اللي رافض برضو يفسخ عقده بالتراضي نظير الحصول على 450 ألف دولار وبيتمسك بالحصول على 900 ألف دولار قيمة عقده كاملا في نفس الوقت المحمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي قاعد مع أشرف داري علشان يعرف سر صباته المتكررة اللي طبعا منذ توليه أو منذ انضمامه للفريق حتى الآن يعني حسب معرفنا من الكواليس إن أشرف داري قال للكابتن محمد رمضان إن أنا كنت باخد وأنا موجود في نادي بريست الفرنسي يعني بعض كان الحؤن الخاصة بالكورتزون وبالتالي علشان سرعة الشفاء وعلشان الحق بالمباريات وبالتالي محمد رمضان يعني بدأ يعني بيحاول قدر الإمكان إن هو يعرف الأسباب الخاصة بإصابات أشرف داري المتكررة منذ انضمامه طبعا دي النادي الأهلي خلال جداية الموسم محمد مجدي أفشا طلب طبعا المشاركة الأساسية في مباراة زد واحد من اللاعبين المميزين جدا جدا واللي بيفرقوا مع النادي الأهلي خلال طبعا مشاركاته أو خلال التوقيتات اللي بيكون موجود فيها محمد شناوي وطبعا تجديد عقده كان واخد عقده ولو نفتكر إن محمد شناوي كان عنده عرض خيالي من أحد أنضية السعودية في فترة من الفترات واستجاب ليه طلب إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بالاستمرار مع النادي الأهلي وبالتالي بدأت يكون فيه مفاوضات على تجديد تعاقده اللي بيقودها طبعا محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي محمد شناوي اشترط الحصول على 40 مليون جنيه في الموسم بلاش كلمة اشترط طلب علشان بس إحنا اللفظ بيفرق مع الناس لكن عموما هو صحفيا هو اشترط وبالتالي في نفس التوقيت برضو نادي الزمالك بدأ المفاوضات بجدية مع أحمد سيد زيزو اللي اشترط الحصول على 60 مليون جنيه في الموسم لتجديد عقده مع نادي الزمالك لو تفتكر ان احمد زيزو رفض او نادي الزمالك رفض اتمام انتقاله لنادي نيوم السعودي بمبلغ قدره 3 مليون دولار كان هيحصل عليها النجم الكبير زيزو واستمر مع نادي الزمالك وبالتالي زيزو هو اللاعب الوحيد اللي هيكون له تعامل مختلف من جانب إدارة نادي الزمالك بسبب طبعا رفضه لأكتر من 150 او 200 مليون جنيه في الموسم من أجل الاستمرار مع نادي الزمالك وفقا ليه طبعا ما ردده مسؤولي نادي الزمالك النادي الزمالك كمان عنده طبعا أزمة الإقاف وتقدم بطعن على قرار إقاف القيد بلاش كلمة إقاف عشان بدأي من الكلمة دي محدش يقولها قدامي والنبي عشان بتعملي أزمة نفسية المهم الإقاف الخاص بالقيد الخاص بنادي الزمالك نادي الزمالك تقدم بطعن والأستاذ عمر أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك كان نزل بيان وشرح فيه المشكلة الخاصة بباتشيكو طبعا المدير الفني السابق لنادي الزمالك اللي بيطالب الحصول على ما يقرب من 900 ألف يورو خلال الفترة المقبلة فيه مهلة نادي الزمالك علشان يجدول المبلغ ويجدول المستحقات الخاصة بباتشيكو 30 يوم علشان تنتهي الأزمة الزمالك هيفقد حوالي عشرة لعبين أمام سموحة في مباراته يوم الجمعة يعني منهم لعيبة ما بيلعبوش ما بيشاركوش قوي أو ما بيشاركوش خالص يعني فما يعتبرش أنهم يعني بيفتقدهم لكن على رأسهم طبعا زيزو عشان الإصابة وأحمد حمدي وناصر مهر حتى الآن يعني في محاولات أنه هو يكون موجود مع الفريق خلال الفترة المقبلة هيتعمله يعني اختبار طبي هو نزل التدريبات كان بيتمرن بشكل خفيف لكن بكرة هيتحدد بشكل نهاي وممكن يكون موجود بنسبة كبيرة في قيمة نال الزمالك لمبارات سموحة لكن بقى بقية اللاعبين العشرة اللاعبين اللي هو مهاب ياسر وسامسون ومحمد عاطف كل دول ما بيلعبوش وسيف فاروق غفر والزناري وعبد الشافي والوينش اللي هو نزل التدريبات ولسه الجماز يمكن مش عايز يدفع به ويجاذب به في المباريات يمكن بيجربه في التدريبات مش عايز يكون فيه تأثير سلبي على عودته أو يحسب تفاقهم فيه الإصابة الخاصة بالوينش حصل جلسة خاصة ما بين كابتن علي أبو جريشا ولعبي الإسماعيلي اللي طبعا أكد فيها الكابتن علي أبو جريشا رئيس قطاع الكرب بنادي الإسماعيلي وأحد رموز الكرة في مصر ومش في الإسماعيلي بس وما فيش حد يعني أو من القلائل من بينهم كابتن علي أبو جريشا شايل على عطيقه نادي الإسماعيلي النهاردة عقد جلسة في وجود عماد سليمان طبعا عضو لجنة الكرة أو المتواجد وفي لجنة الكرة مع الكابتن علي أبو جريشا الكابتن علي أبو جريشا أكد على أن المرحلة المقبلة لازم تكون مختلفة بالنسبة لللاعبين وإلا طبعا هيكون فيه قرارات صارمة من جانب إدارة النادي ده يمكن بعض أخبارنا وطبعا هيكون فيه حوار ساخن جدا جدا مع كابتن توفيق السيد الخبير التحكيمي المميز ونايب رئيس لجنة الحكام السابق ترجمة نانسي قنقر